اوقات كتير الدنيا بتحطك في مكان بتبقاش متخيل ان انت فيه من الايام تكون فيه ورغم ان انا عايشة طول حياتي بغضم وشقيانة وتعبانة انا وامي علشان نصرف على نفسنا مع ابونا اللي هو اصلا كان رب اسرة بس ما كانش قد يعني الحقل وما كانش عارف ان هو بشايل كل الحمل على كتافه بس انا عملي ما كنت اتخيل ان انا اتجوز واحد ما يقدرش يصرف على بيته ان شاء الله حتى جنيه واحد عاطل مع انه كان ميكانيكي سيارات قد الدنيا انا اسمي مناقلة وانا بقى مش من الطبقة اللي هي محدود الدخل لا ده انا اللي تحت محدود الدخل بكتير قوي عايشة في مصر في العشوائيات حياتنا كلها بتعتمد على خدمة الناس علشان نلاقي قرش نصرف على نفسنا به او علشان حد يدينا هدمة بالنسبة لنا تكون كسوة جديدة انا مش بقول كده علشان استعاطفكوا لا انا فعلا كنت غلطانة بس دي حياتي كنت عايشة كده علبركة لا عمرنا صلينا ولا عمرنا افتقرنا ربنا استغفر الله العزيز ولا عمرنا فكرنا في اي حاجة غير ان احنا نجيب اي لقمة باي طريقة ايا كانت نغدم هنا حبة نشيل من هنا حاجة نعمل من هنا محتاجة بس كان كله بالحلال وعمري ما عملت حاجة غلط ولا انا ولا امي كنا كلنا من ساعة بعض وعايشين تحت ظل رحمنا فكرين ربنا طبعا مؤمنين بيه وكل حاجة بس يمكن كان ينقصنا الاعبادات والايمان الحاجات اللي المفروض المسلم يعملها العادية احنا ما كناش بنعملها خالص لحد ما زي اي بنت بقى بلغت وكبرت وحلويت كده وبدأت العيون كلها تكون علي وكل اللي رايح واللي جاي يبقى طمعان فيا وكل مفقر ان هو يعرف يشتريني بفلوسه بس انا اه عمري ما عملت اي حاجة وعمري ما خليت حد يقدر ان هو يمدي ايده علي كنت محافظة على نفسي واخدى بالي من نفسي اوي وكنت بقول ان الشقة في البيوت احسن الف مرة من الواحدة ما تفرط في نفسها وعشت كده لحد بقى ابويا جه في يوم وقالي انه انا تقدمي عريس شافني واعجب بي كان ولد اسمه محمد كان بيقول ابويا ان هو ميكانيك عربيات وانه بيكسب دهب وبيشتغل في الورش وانه هيخليك يامهنة يامهنك وحت ايه هتعيشي حلو بقى وحتتهاني وخلاص هتترحمي من الخدمة هنا وهناك ولا تخسلي سجاد لحد ولا تشيش للحد ولا تروحي تقطمي وسطك في شقة اي واحدة فرحت انا اوي وقتها وكنت فرحانة مش علشان اتجاوز لا علشان ان انا تلمي ويبقى عندي بيت حلوة ونضيف تبقى حاجات كلها جديد في جديد حاجات جديدة بتاعت العروسة زي ما كنت بروح الشقة وكان بيعجبني شكلها اوي حتى لو مكادش هتبقى شقة كبيرة وفخمة بس على الاقل شقة جديدة شقة عروسة واني هجب بقى لبس جديد وحترحم فعلا من خدمة الناس وخدمة البيوت احنا اينعمش بنشتغل في البيوت باستمرار بس ممكن نروح نخسر السجاد ننفض على العيد نسيق لهم السلم فرحت اوي بصراحة ان انا اخيرا بقى حتجوز واترحم خصوصا ان ابو يا فهمني اللي الناس اللي في ايدهم الصنعة بتاعت محمد بيكسبوا دهب وقلت خلاص يا بابا انا موافقة طبعا مركزناش في اي حاجة واصلا الطبقة بتاعتنا دي ما بتبصلش لاي حاجة غل السطرة حتى لو كان هيجيب قوضة جديدة بس ما كانش هيفرق معنا اتخطبته بعد شوية لكتب الكتاب وكت حاسة ان محمد ولد غلبان يعني وابن حلال وكويس وما فيش اي حاجة واتجوزت وعيشت اول فترة عادي الامور عادية جدا مش فارق معايا الجواز زي ما قلت لكم قدم انا فرحانة ان انا هتسطر في بيت بعد الايام ما عدت بيا حسيت ان محمد ما بينزلش الشغل قد كده وعلى طول قاعد في البيت عايز شاي وعايز دخان وعايز يقعد يتفرج على التلفزيون وعايز كل حاجة تبقى في البيت وبس كده لو في حاجة نقصة في البيت مش شغله حاجة نمحتاجها مش همه فادلت مستحملة فترة طويلة ما انا يعني مجاية منين علشان اتكلم كنت باجي على نفسي واكلم معاه مرة وفوت مرتين او ارمي كلام كده ان انت مش هتنزل الشغل يقول لس لما الفلوس اللي معايا تخلاص بيني وبين نفسي كنت مضغزة ومضايقة منه تمنت عندك صنعة وقديك ان انت تبقى كسيب ويبقى معاك فلوس فيها ايه لما تشتغل كل يوق ليه عايز توقض في البيت والحاجة تجيلك لحد عندك ولما الفلوس اللي معاك تخلص تبقى تفكر تشتغل الصراحة كان حاجة تنرفز اي حد بس انا برضه كنت بستحمل وبسكت ومبرداش اتكلم وباجي على نفسي عدت ايام كده لحد بدفجأت ان انا حامل لما حسيت ان انا حامل وقلت له ان انا حامل رحنا وكشفنا واتأكدت من الحامل قلت بس بقى اكيد الراجل بقى حيتنحرر كده وحيهتم بقى علشان العيل اللي جاينا في السكة ده وفرحت بصراحة وبقى نفسي بقى وحلم حياتي ان انا اشوفه ومال لعين منه سواء ولد ولا بنت واستنيت ان انا اولد بفارغ الصبر اي نعم كتل ايام وقتها مش قد كده ولقيت محمد ازاي ما هو مش مهتم اوي حتى ولا كان بيهتم ان هو يودين يكشف علي ولا يشوف ان حامل ايف الولادة ولا حولد ازاي ولا يدبر تكاليف فارح السبوع ولا اي حاجة خالص الموضوع بالنسبة لي وسوقته مبقته والدنيا ماشية والحياة عادي طالما تجيبه حق الشاي وحق السجير بتاعته ويمزبط اموره وخلاص مش مهم اي حاجة ولو بطاطس محمرة بحبة عدس اي حاجة في البيت كان بياكل وما بيتكلمش والموضوع بالنسبة لي بقى خنيه ولدت وقمت بالسلامة ورغم من ظروف امي على قد حالها لكن جابتلي النفاس بتاعي وكانت معايا في الولادة وخلاني طبعا اولد في مستشفى عام وبرده ما تكلمتش ممكن اقوله اي كلمة يقولي انت جايا منيه سكت واثبرت ومستحملة بعد بقى ما بدأ ان بنتي تشد حلها شوية وكل فترة كده ما بنتي بتطبق قعدت وتكلمت معايا وولتنا يا محمد مش هينفع كده انا عايزك تتازف في شغلك والشغلان بتاعتك الف مين يتمنى ان هي تبقى معايا انزل يا ابن الحليل كده اشتغل بلاش اعدة البيت دي بدأ فعلا ان هو ينزل وكان بيجي بدري شوية بصراحة مش في معايا شغله بس عادي مرة يجي متأخر مرتين تلاتة يجي بدري قلته مش مشكلة المهو ان هو ينزل يشتغل بدل اعدة البيت دي والايد البطالة نجسه ولما هو يطلب الرزق من ربنا ويتوكل على الله كده اكيد ربنا هيكرمه برزقنا احسن من قعدته في البيت بعد فترة عرفت من الجزء حد من اللي عرفه محمد من قريبي ان محمد من الصاحب على واحد اسمه مندو مندو ده عنده عربية واهله كلهم عندهم عربيات كتير نشغالة وبتلعب بالفلوس لعبه طبعا انا في الاول فرحت وفكرت ان محمد مش شعبة في ديله علشان يشتغل معاه لان هو اكيد هيستفد منه بس اللي فهمته بعد كده ان هو مصاحب معه بس هو اللي بيقعد معاه على القهوة وهو اللي بيصرف عليه حتى حساب القهوة هو اللي بيدفعه له وساعات لما كان بيروح البيت وجاي ببلدتة بامبرز وانا ابقى فرحونة اللي هو دخل علي ببلدتة بامبرز اتريه بيبقى صاحبه اللي جاي بهاله ويقول له خدي معاك للبنت خدي معاك للعياله وقتها اتضايقت اوه واضغازت بصراحة وقلت ايه لعبطة اللي هو فيها دي بقى انا لو اقدر ان انا اشتغل دلوقتي وفي ايدي صنع ما اشتغلش بيها واروح اعود على القهوة واخلي غير يصرف علي كنت متضايق اوه منه ومضغازة وما بليد دحيلة كلمت برضو في الموضوع ده قاعد يقول لي انت مالك انت يقول الكلام ده وقاتي دخلك اصلا في الموضوع ده ده واحد صاحبي انت ايه اللي يجغلك انت ليلك عندي انت بيجيلك كل حدا انت حايزه مالكش دعوة بقى انا بقى اعمل ايه وبعدين من اللي قالك ان انا ما بشتغلش خالق سكت وحطيت جزمة في بقي وكتمت قلت انا عايش عشان اربي بنتي والمهم ان انا ولا بشتغل ولا بتعب واقعدة في بيتي وخلاص وهو حر بقى يستفل مع نفسه وكبرت دماغي خالص من انا كلمه تاني رغم ان انا من جوايا كنت زعلانة ومتضايقة بس قلت خلاص انا مش هفرح حد فيا وحطلق اروح فين وارجع تاني الاهلي ببنت على دراعي بعد ما كنت ماشية بطولي لأ انا مش هطلق قعدت سكتها ولميت الدنيا معاي وبقتش فعلا اتكلم معاه في اي حاجة مع الوقت ومع الايام ابتدى محمد يجيب مانده مع البيت الراجل يخش شاير ومحمل اشكال الوان يجيب فاكهة يجيب لبن يجيب اكل للعياء بيت بسكوت معرفش ايه كان بصراحة مش مخلينا عايزين حاجة انا كنت بزعل ان الحاجات دي مش من جوزي بس كنت بقول انا مالي انا ماليش فيه بعد كده حسيت ان مانده ده بيبصي لبصات اعجاب باين عليه اوي واي واحدة ستة هتفهم خصوصا ان انا كنت بشتغل وكان فيه ناس كتير بتبصي لبصة الطمع دي يعني كنت فهماها وعرفاها ايه اتكلمت مع محمد براحة وبالهداوة وقلت له بص يا محمد انا ماليش دعوه زي ما قلتلي بموضوع من اللي بيجيب ومن اللي بيعمل اتكلمت معاه في النقطة دي وانا ما فتحتهاش تاني بس صاحبك اللي انت بيجيبه البيت ده بيبصي لي بصات اعجاب قعد يضحن ويقول لي هو هيبصي لك على ايه يعني لا حول ولا قوة الا بالله بيبصي لي على ايه يعني ربنا عالما حلوة ازاي وفعلا كنت بتعكس من طوب الارض بس ده برضو مش رد فعل الراجل الصح يعني ايه بيبصي لي على ايه يعني يا عم صاحبك ده بيبصي لي بصات اعجاب قال لي لا يا شيخة ما تاخدش في بالك بصراحة نضغست من النوبة كنتش طيقاء وكنت حترش كده من الكلام اللي هو بيقولهولي قلت ايه تخلف ده انا مش عارفة انا مش عارفة ده راجل ازاي ومن انه اتجاه كأنه ليه اي لازمة في البيت ولا بيسرف ولا بيعمل ولا حتى بيغر علي قلت خلاص انا ماله في الاول بصراحة كان لما يبقى مندو يجي كنت بدخل الدارة ما اهتمش ان انا قعد بس لما لقيت جزي ست نفسه مش مهتمة ابدا بالشيء زي ده بقيت انا كمان مش باهتم وكنت بطلع لهم الحاجة واعود معهم عايزي وكنت برضو عايز اعرف اخرت مندو ده ايه لكن اللي حصل بعد كده اكد لي فعلا ان مندو كان عينه مني وان هو كان بيبصي لي بصات اعجاب زي ما انا فهمت وان الجزي هو اللي ما بيفهمش حاجة كنت في مرة دخلة علشان اعمل لهم كوبايتين شاي بعد ما كان جايب معاه عاشة حلوة قوي وكاننا كلنا وانبسطنا دخلت اعمل الشاي وكان طبعا جايب حاشيش وحاجات مندي اللي لتجلب تشرب قعدوا شربوا مع بعض وانا بعمل الشاي دخلت لقيت ماندو جاي ورايا وجيحة ضني من ظهري انا صوته واتديرته في فش وقلت له انت عايز مني ايه لقيته بيقولي انا بحبك ومعجب بيك بسطل كده وقلت له انت عارف ان انت اصلا قاعد معايا وجوزي قاعد برا قال لي ما تشغريش بالك اصلا بوجوزك ده وجوزك مالهوش علاقة بالموضوع قلت له ازاي ده لو عارف حيني للدني قال لي لأ زي ما بقولك انا كده ملكيش دعوة بجوزك خليه علي انا وطلب مني ان احنا نتقابل في اليوم ده بصراحة انا مكنتش فهم حاجة مكنتش فهم ازاي جر ان هو يقولي حاجة شبه كده وفعلا محمد جوزي قاعد برا حتى ولو كان شارع ما خفش من رد فعلي مش عارفة بعد ما هو ماشى اليوم ده فضلت افوق في محمد كده لقيته ايه مش مركز معايا وعنيه بتقفل وكده سبته ينام والصبح اول ما صحى من نوم اتكلمت معايا وقلت له دلوقت يا محمد لما انا كلمتك على صاحبك قلتلي ايه قلتلي سيبك منك يا شيخ انتي ما بتفهميش وما فيش حاجة مندي طب ايه رايك ان صاحبك انباره عامل كذا 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 علشان اتفاجئ بصدمة بجد ولاقي ان محمد بيقوللي مش مشكلة سيري سيري قلتلي عن ايه اسيره قال لي يعني سيري ما فياش حاجة يعني لما تهزري وتضحكي معايا قلتلي بص ده يا محمد مش عايز نهزر واتحك معايا ده كان بيقوللي انا عايزة قبلك وما تخافيش من جوز قال لي لا اسيري وما تفهميش ان انا عارف حاجة انا اصدمت في محمد صدمة عامل وكان المفروض في الموقف ده ان انا ما عقودش ولا لحظة في البيت بس انا ست واتجوزت وكنت متبهدلة وفي بيت اهلي كنت متبهدلة ومعاي عايلا على دراعي بقيت محتارة والشيطان زي يلي ان انا افضل زي ما انا في البيت قعدت تكلم نفسي في اليوم ده طول ما انا قاعدة واقول يعني انا حخاف على نفسي اكتر من جوزي يعني انا حخاف على شرفه اكتر منه اذا كان هو مش فارق معايا ولا همه حسيت وقتها ان انا خلاص قربت فعلا ان انا ارتح لمند خصوصا اللي هو من ساعة مجيه البيت وهو مش بيخلينا عايزين حاجة بيجيب لنا كل حاجة في الدنيا ويمكن كان بيخاف علي او بيغير علي اكتر من جوزي نفسه فالشيطان زي يلي فعلا محبة مندو ده وحست ان انا مش عايزة مش واسيب البيت وبدأت ما فكرش في الفكرة دي خالص رغم ان هي كان بتيجي في بالي الاول بس كنت بخاف يعني ان انا ارجع تاني متطلقة لبيت اهل ودخلت في مرحلة تانية بقى من حياتي مرحلة ما كنتش اتخيل ابد ان انا اتحط فيها ان انا اكون بخون جوزي في قلب بيته وبعلمه وتحت كمان حمايته يمكن لان هو كان بيبقى اعته حرفيا قاعد وانا وهو بنعمل كده في القوضة اول مرة حصلت علاقة بيني وبين مندو كان جوزي قاعد في الصالة ومندو دخل لي جوه وهو ولا هو هنا ما كانش دريان بنفسه كان جوزي بيقول لي معرفش مندو ان هو عارف بس طبعا مندو كان واخد بهله ان جوزي عارف وفاهم كل حاجة اصلي مش معقول لواحد هيقعد وصاحبه جوه في القوضة يعني حاجة ما تدخلش دماغ اي حد وابتدت العلاقة بيني وبينه من هنا الموضوع ده تقرر اكتر من مرة وهو ييجي شايل ومحمد يفضل قاعد مع محمد وفي اخر الليل محمد يروح خالص منه ويتستل بس يبقى عايد وانا ادخل جوه انا وهو ويصحى بعد كده يمشي يتوكل على الله وجوزي يصحى ومن اما يصحى وقعدنا فترة طويلة جدا كده لدرجة ان مع الوقت لما كان محمد يبقى تحت وانا قعدة في الشق الوحدي ويتقابل برا على قهوة مندو قال له في اليوم ده انا هروح البيت عندك قال له كده بالنص قال له ماشي مفيش مشكلة قال له طب انت عايز حاجة قال له انا بس عايز حساب القهوة وعايز سجايل لح سانا قاعد دلوقتي ولا معاي سجايل ولا اي حاجة وعايز اشرب شايل رح وقتها مندو محاسب لي وعطيلي فلوس وجاب له كمان علب السجايل وراح اقل له انا هروح انا بقى وفعلا مندو اليوم ده جيه ولما طلع فوق وقال لي الكلام ده رغم يقول اللي حصل اللي فات ده بس انا في اليوم ده برضو اصدمت جدا وقلت يعني هي وصلت لكده ده حتى ما طرعش معا البيل وسبه يطلع لكده عادي وعايزه ما ياخدش باله ازاي خلص مندو معايا واخد قعدته وخلاص كأن مندو ده هو اصلا جوزي ومحمد حرفيا ما كانش بيلمسني الفترة دي كله كان كل اللي هو بياخده الاكل والشرب الشاي السجاير القهوة الحاجات اللي هو عايزها اخسر له هدمته واروق له لكن انه هو يبقى جوزي جوزي لا انا مش عارفة هو اتجوزني ليه لما هو مش قد انه هو يفتح بيت اصلا وعنده استعداد انه هو يبعني علشان خاطر الحاجات دي تتجوز اصلا ليه وساعة ليه انه هو يتجوز ويشوف عروسه انا مش فهمه حتى العلاقة لو حنقوله انه هو بيتجوز علشان يعف نفسه وكلام ده لا ده ما بقاش يلمسني وبقيت عايش انا مع ماندو وهو مع نفسه اليوم ده لما ماندو خلص وروح انا عادت بينيه بالنفس متضايق اقوى وكنت زعل هنا ومضغزة منه وكان نفسي محمد يطلع بأي شكل من الاشكال وكنت عايزة اتكلم معاه وابتدى الموضوع فعلا يقبض قلبي وحس ان انا مش مرتاح لما محمد طلع اليوم ده فلاته بيقوله بقوله هو انت شفت ماندو قال لي اه قطره ده كان هنا قال لي ما انا عارف بس ما تبايلوش ان انا عارف بصت له كده وقطره هو انت اجبل له انت ازاي عايزه ما يباش عارف هو عارف ومتأكد مليون في المية ان انت عارف كل حاجة هو ما هو شعبيته ومش بريالة وما فيش حد حيقبل على نفسه ان امراته تكون كده الواحد بيخاف على بيته واهل بيته انما انت سايب الدنيا عادي خالص وهو طبعا واخد ده وفاهم كويس جدا ان انت عايز منه الفلوس وعلشان كده هو بيديك فلوس يعني انت بتبعني وبتبع شرفه قاعد يقول لي ما تعدش تكبري الموضوع قبر دماغك من الموضوع ده انا يا ست مش شغلني حاجة وبصراحة قال لي كلام يفور الدم وينرفز اي حد لدرجة ان انا خلاص كنت قربت ان انا اسيب له البيت واروح عنده امي وبدأت فعلا اداي اكتر من الاول وحسيت بالرخص وارف من اللي انا بعمله في الفترة دي انا كنت اصلا بدأت احب مندو لان حسيت فيه فعلا حنية وخوف علي وانه هو بيجيب لي كل اللي انا عايزة ومريحني وكان بيت جد بيخاف علي من محمد رغم ان محمد اصلا جوزي وقال لي اكتر من مرة ان انا لو اطلقت من محمد ان هو حيتجوزني وانه هو بيحبني وبيخاف علي وعايز يعوضني عن الجوازة المهببة دي لان انا فعلا كنت كويسة انا ما بقولش كده علشان نصة عطف معايا بس انا كنت كويسة ويمكن الظروف هي اللي حطتني في الموقف ده ويمكن السلبية بتاعتي كمان ياريتني كنت اخدت موقف من الاول وكنت اطلقت من محمد قبل ما مندو داي المسني حتى ساعتها كنت هقدر اتجوز محمد وانا عناية وارفوعة الفوق وكنت ساعتها مايقدرش يقول لي نص كلمة لاني مش حقبل على نفسي حاجة حرام بس انا مشيت بصراحة في فشترة الشطان ومشيت ورا كلام محمد اللي فعلا هو اللي وداني في دهيا روحت اليوم بقى ده نوى تاني يوم بقى روحت الامي وكان في نيتي دمير اللي انا مرجحش تاني بيت محمد ده لومة الاتصال اللي جالي من مندو لما قال لي انا عايزك تروحي البيت علشان انا حاجيلك النهاردة فاحنا كنا الصبح بدري وانا مش متعودة ان هو بيجي بدري قلت له تبالاش النهاردة عشان محمد مش في البيت لقيته بيضحك وبيقول لي وايه يعني محمد مش في البيت واه المرة اللي فاتت ما كانش في البيت قلت له ماشي بس المرة اللي فاتت كان قريب مني وكان في على القهوة تحت لكن المرة دي انا معرفش هو فيه قال لي ما تجغليش بالك بس روحي وجهزي نفسك وفعلا روحت بسرعة وجهزت نفسي احنا كنا قاعدين في شقة اقجار والشقة الاقجار دي في بيت بتاع جزار والجزار ده كان ليه بيت دكانة تحت الايه تحت البيت روحت اليوم ده وطلحت الله اعلم بقى الجزار شافني ما شافنيش ما عرفش بس بعد ما طلحت وخدت دوش قاعدت زبطت نفسي وكت مستنية بقى ان ماندو ييجي اتفاجئت ان هو بعد ما جيه على طول ان حد بيخبط علينا الصراحة وقتها ماندو مرضاش يخليني اطلع وقال لي خليكي جوا في القودة فضلت في القودة وطلع يفتح البيب علشان يشوف ميه لا الجزار ده اللي هو مين صاحب البيت صاحب البيت بيقوله هو انت مين رح اقل له ان اسمي ماندو قال له ايوا مين ماندو يعني الشقة ديات اللي مؤغرها مني واحد اسم محمد انما انت بتعمل ايه هنا انا عايز افهم الي بيحصل رح وقتها ماندو قال له الصراحة ان انا معايا واحدة ستة جوا بس مرضاش يقوله ان انا مرات محمد قال له طب وزاي محمد سايبك تجيب واحدة ستة في البيت وهو مش موجون قال له يعني احنا اصحابه هو ساب للشقة وامراته مش هنا واحنا عن ايه هنقعد شوية ونمشي قال له طب بقولك ايه انا اللي مقاقر مني الشقة محمد ومش من حقك ان انت تيجي هنا وانا هكلم بقى محمد واشوف ايه اللي بيحصل في الشقة دي بالضبط من وراي والراجل نزل على كده والمفروض ان احنا الاتنين حننزل زي ما قلنا للجزار بس انا فضلت قاعدة جوه مش عارفة الصرف ازاي وخايف ان انا انزل ان هو يشوفني ومش عارفة فالمهمة وقتها مندو قال لي قبرت مغاك دلوقت اكيد الراجل يعني حيروح كده ولا كده وحننزل وحنصنف وما فيش مشكلة وكلم ناس صحابه علشان يبصوا على الجزار من تحت وقال لي خلاص ما تقليقش وما تجارش بالك وانا فعلا ما كنتش قلقان وكنت قاعدة عادي اتفاجئتي في اليوم ده بقى بحاجة غريبة جدا حصل الراجل الجزار ده راح كلم محمد في التلفوء وقال له ان فيه واحد في شقاتك فوق اسمه مندو وبيقول ان هو معاه وحده رغم ان محمد عارف كويس اوي ان انا اللي فوق وهو بنفسه اللاقيه اللي سيريه لكن الغريبة ان هو انفعل وتعصب في اليوم ده وقابل اخوه خد منه طبانجة كانت معاه وجيه البيت علشان خاطر ينتئم لشرفه طلع يجري عالبيت زي المجنون ولما مندو طلع له كان مندو لبس البنطرون بس لقيته ماسك السلاح وداخل عايز يخلص علي انا وفدل يصوت ويتنطط ويقول له سبني سبني يا مندو انا هخلص عليها طب ليه ما فكرش يضرب مندو انا مش عارفة هو ليش اغلباله ان هو يتخلص مني انا بس ده اللي حصل قعد يتنطط ودحمي عني اللي هو مندو يقول له سبها جمعها عيالة حرام عليك خليها تربي بنتها ملكش دعوة بيها طب لو عايز تضربني انا اضربني وبرضو محمد مصمم ان هو يضربني انا رغم ان مندو قصاده قدامه ويقدر بدوسة المسدس مرة واحدة يخلص عليه فدل مندو يدفع علي وبعد كده حاول يشد السلاح من محمد وهم اللي اتنين بيشدوا السلاح من بعض وده يصوت وده يصوت وده يزعع وده يزعع رحت جاية طلقة في دقن محمد طلعت من دماغه وقسمت رسمه الصين وفي لحظة وقع محمد قصة ما بقناش عارفين نعمل ايه بالضبط في اللحظة دي اتمندو خف وترعب رغم ان هو كان قلبه جامد وانا ما بقتش عارفة اعمل ايه كلم صحابه اللي كانوا تحته وقدر فعلا ان هو يخليني انا وهو ننزل ونزل واتفق مع اتنين يجي يشيله محمد ويلفه في حاجة ويرموه في الطريق في اي حتة والناس دي فعلا وفقت ان هي تعمل كده بس كانت عايزة مندو 10 تلاف جنيه كان في اللحظة دي مندو معهش غير 3 تلاف بس لكن هما مرضوش وفدلوا يقولوا لحنا عايزين 10 تلاف جنيه وانت تيجي تشيل معانا من هنا الهنا خدوا الفلوس وفعلا قدروا منه هما يسحابوا بطريقة ما ويطلعوا الشقة ويلفه محمد وياخدوه ينزلو ويحطوه في العربية ويرموه ونحي يتكوبرين وبعد كده لقيت مندو بيتصل علي وبيقول لي ما تلقيش يا منالة روحي البيت ونظفي الشقة مطرح اللي فيها ونظفي ومنطهاري مكان الدم خالص وتعامي عادي خالص وقعد في بيتك لحد ما يجيلك خبر جوزك ولو جيه الخبر اتفاجئي وعياتي وعملي انت ما تعرفيش اي حاجة وانا فعلا سمعت كلامه روحت وكأني بقى لجع من عنده امي ورحت ملوقة ومنظفها وفضلت قاعدة في الشقة مستنية اللي جيلي خبر مين خبر محمد اول ما جيه الخبر بتاع محمد واول ما المباحث جابتني علشان تتكلم معايا كنت ميتة بجلدي وما كنتش عارفة تتكلم كلمتين على بعض وقتها هما لحظوا ان انا فيه حاجة غلط ان انا متوترة ان انا قلقانة رئيس المباحث فدلي لف علي كده لحد ما خلاني مش قادرة خلاص وفي لحظة نهرت واعترفت بكل حاجة حكيت لهم قد ان محمد ما كانش يستاهل وان هو كان يستاهل القتل ما كانش يستاهل ابدا ان انا جوزه ولا يبقى عنده بنتي مني لان هو انسان مش راجل اصلا وحكيت لهم لما قال لي عادي يا ستي هنظري معاهم وسيريه مفيش مشكلة حكيت لهم كل حاجة واتفاجأت في التحقيقات وقتها ان ماندو قال بالظبط كده ان انا عملت معاك كده لاني عارف ان جوزها مش اشغالها كده واني مش اول راجل يعمل معاك الكلام ده بس انا عمري محد عمل معايا كده ولا عمري محمد عمل كده الا مع ماندو بس والحد دلوقتي انا معرفش ايه الحقيقة هل فعلا كان هو قيل له الكلام ده ولا ماندو كان بيضحك علي ولا ماندو كان بيدي له حاجة فعلا تخليه ما يحسش ولا ايه بالظبط الموضوع مش عارف هلا انا كنت ظلمة محمد وكان في حاجة بتحصل تانية انا مش جارية بيها بس انا كلمته كذا مرة وقلت له صاحبك بيعاكسني وهو ما كانش بيهتم وكان عارف فمرة ان هو عندنا في البيت وما طلعش يشوفه وعايز ايه ونزل قدامه وطلع قدامه انا ما بتبلش عليه بس انا فعلا ما بقيتش فاهم حاجة كل اللي فاهمه ان انا حياتي كلها اتضمرت ومحمد مات وبقيت انا متهمة انا واحد في جريمة اكل انا خدته مؤبد والناس اللي كانوا شاهدين محمد كل واحد فيه وخد مؤبد لكن ماندو خد اعداء انا كنت في الاول مفقرة ماندو بيحبني وبيخاف علي بس هو فعلا قعد يقوله سيبها تربي بنتها بصراحة مش عارفة مين الصحة ومين الغلطان مش عارفة حاجة مش عارفة اي حاجة في الموضوع ده ولا قادر افهم مين فيهم اللي كان بيضحك علي بس قديني خسرت كل حاجة وعمري كله حيروح وبنتي كلها سمعتها ضاعت خلاص وهيعالم حتعيش ازاي وحتبقى حياتي عاملة ازاي ولما تكبر اللي هيحصل فيها لما الناس تعرف الفديحة دي لو كنت خدت بالي وركزت اكيد ما كنتش هعمل كده وما كنتش همشي في سكة الشطان لان اكيد اكيد اللي بيمشي في سكة الشطان عمر ما بيكسب ابدا ابدا ولا في الدنيا ولا في اخر وديني ضيعت كل حياتي على ما فيش علشان كده عايز اقول للستات كلها ما تمشيش في سكة الشطان وما تلميش بايدك في التهلق امشي عدل علشان ربنا يراضيك ويطبطب عليك وعيش مع ربنا وبس وبكده بكون وصلت معاكم لنهاية قصتنا النهاردة بتمنى من كل قلبي لو كملت القصة الحد هنا ما تنساش تشاركني برأيك تحت اسفل التعليقات لانه اكيد يهمني اشترك في القناة وفعل زر الجرش عشان يوصلك مني كل جديد وكمان ياليك لو تعمل شيء لاصحابك وحبابك عشان هم كمان يشاركون في رأيهم في قصة النهاردة لو ما عندكش اي حاجة تعملها من اي دي ما تنساش اذكر الله وصلى على الرسول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وسلم أجمعين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كنتم معايا في حكاو الشرين المصري السلام عليكم